اشتركوا في القناة وهاكون معاكم لحظة بلحظة كمان في الجزء التاني هيكون معنا اتنين ان شاء الله من نشئين النادي الاهلي اتنين نتنبأ لهم ان شاء الله هيكونوا موجودين قريبا في قطاع النشئين بالنادي الاهلي قطاع النشئين اللي احنا من اول يوم طلعنا هنا وعملنا برنامج الاشبال في القناة الاهلي دايما كنا بالراهن الحمد لله طلعنا قد الرهان وقلنا عندنا قطاع نشئين قوي وهاتشوفوا لعيبة كتير خلال الفترة اللي جاية وشفنا شفنا ما شاء الله مصطفى الشبير بأداء أكثر من رائع شفنا زياد طارق شفنا أحمد نبيل كوكا وهنشوفه هنشوفه خلال فترة اللي جاية ضيوفي محمد أحمد شرقية واحد من المساكين إن شاء الله هتشوفوهم خلال فترة اللي جاية وكمان رأفة خليل بيلعب وينج رايت حاجة مميزة جداً وكمان اتنين موجودين في منتخب مصر 2003 هيكون ضيوفي خلال الجزء الثاني قبل ما نروح لحلقتنا ونتكلم عن الأشبال وعن قطاع النشيب النادل أهلي دايماً كل حلقة مش هزهق هتكلم دايماً عن أزمة الخطاب حضراتكم فاكرين الخطاب اللي دخل الدرج واستخبه ومحدش عارف كم مصيره إيه هفضل أتكلم عن أزمة الخطاب لما المخطئ يتعاقب بكرة زي ما أنا سمعت اتحاد الكرة المصري بكرة عنده اجتماع مهم وهيكون فيه قرارات مهمة فأنا من النهار دا بفكر الاتحاد المصري لكرة القدم بأزمة الخطاب أرجع لحضراتك وراء شوية نادي الأهلي عمل مؤتمر كبير جداً مؤتمر عالمي كشف فيه كل كواليس أزمة الخطاب وفنت كل الأمور سيادة الوزير أشرف صبحي انتفض من الكلام اللي قاله النادي الأهلي عمل لجنة الشفافية من مستشارين محترمين حققوا وراحوا وسألوا في اتحاد الكرة وسمعوا كتير في اتحاد الكرة وسمعوا في النادي الأهلي إلى أن لجنة الشفافية أقرت بمسؤولية الاتحاد المصري لكرة القدم هو المسؤول عن أزمة النهائي أو تحضير النهائي زي ما احنا شايفينه دام حضراتكو دي لجنة الشفافية بناءً علي تخلص اللجنة إلى الآتي أن المسؤول عن عدم استضافة مصر لمباراة نهائي دورة أبطال أفريقيا هو الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الأمر في حينه الإدارة التنفيذية مين؟ الأستاذ وليد العطار حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقاً للاختصاط المخاولة للاتحاد هو ده اللي قالته لجنة الشفافية اللي احنا عرضناه دام حضراتكو المخطئ باينه دام حضراتكو طيب من يوم القرار ده ما صدر كم يوم؟ 12 يوم 12 يوم لجنة الشفافية قالت المخطئ مين؟ والمخطئ ما زال بيمارس عمله المخطئ بعد مرور 12 يوم على تقرير لجنة التحقيق لا يزال الأستاذ وليد العطار مديراً تنفيذياً لاتحاد الكرة أستاذ وليد العطار ده بالعكس اتحاد الكرة المصري أسند ليه مهام أخرى في لجنة شؤون اللاعبين وكانت لجنة الشفافية أدانة الأستاذ وليد العطار والإدارة التنفيذية في اتحاد المصري لكرة القدم ده كمان أعضاء الاتحاد المصري كابتن محمد بركاتش شفنا حديثه خلال فترة السابقة الأستاذ محمد أبل وفق وكثير من أعضام أجلس الإدارة وهم كلهم اعترفوا قالوا احنا ما عرفناش حاجة عن الجواب ده ولا جلنا أي حاجة في اجتماعات شهر فبراير اجتماعنا اجتماعين ما فيش حاجة اتعرضت علينا إذا من المخطئ لأستاذ وليد العطار بكرة بفكر حضراتك سادة أعضاء مجلس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم فيه اجتماع مهم زي ما حضراتكو قلته وبكرة فيه قرارات مهمة أتمنى المخطئ يحاسب بس كده أنا أفلت الموضوع وننتظر غدا ونشوف الكرارات وبعدها نعقب ونعلق عليها ومش عايزين نعد أيام تانية احنا النهاردة بتتكلم في 12 يوم 12 يوم والأمور ماشية كأنه ما فيش مخطئ والمخطئ النهاردة ما أخطأش في حق النادي الأهلي ده أخطأ في حق مصر والنادي الأهلي فند كل الخسائر بتالنهاردة لما بتعمل بطولة أفريقية وبجيب مداربين أجانب ولعبين أجانب ومعسكرات وطائرات خاصة وبتخسر المركز الأول وفرق كبير من المكافآت ما ديكوا لها خسار وكسر عالم أندية ما ديكوا لها خسار مش للنادي الأهلي بس ده للكرة المصرية فأتمنى النهاردة الحلقة القادمة يوم الثلاثة اللي جاي نكون المخطئ اتعاقب عشان الناس يبقى فيه يعني ايه من منظور السواب والعقاب أنا لهنا هقف ننتظر غدا قرارات اتحاد المصري لكرة القدر نروح بقى للنادي الأهلي النادي الأهلي وفترة من أهم فترات النادي الأهلي كابتن سامي أمصان كابتن سامي أمصان واحد من أبناء النادي الأهلي اللي بيتحمل المسئولية في فترة مش هقدر أقولك سهلة لا فترة صعبة ان النادي الأهلي دائما مطالب بالفوز في كل مبارياته فبيجي النهاردة بعد رحيل مسلمان اللي احنا قلنا له شكرا فجاي في فترة صعبة فترة صعبة تلاحم مباريات عدد من المصابين كبير عندك كل أدواته في كل المباريات مش تحت إيده النهاردة لما بالمدير الفني كل الأوراق تحت إيده تبقى الأمور سهلة بالنسبة له أحط مين أساسي أغير مين الدكة بتاعتي مين كل أوراق متاحة لكن النهاردة كابتن سامي أمصان في ظروف صعبة الرجل بحق المهمة بنسبة نجاح مية في المية النهاردة بتدعب المصري بالسلوم في كاس مصر وكسب واحد صفر وأدى أداء راع وشفنا نشوة اللاعبين والناس أسنت عليه بعدها دخلنا على الدور الممتاز الشرية للدخان بعدها الزمالك في مباراة كبيرة أدها النادي الأهلي عكس كل الكلام اللي تقال الناس شافت التعادل مكسب ليها آه إحنا بنزعل ودائما بنزعل المكسب لكن أدى مباراة كبيرة بعدها مباراة المحلة والسواني الأخيرة وروح الفنيلة الحمراء وأخيرا مباراة بيرامتس اللي أدارها أدارها بشكل يعني ممتاز النهاردة قدر يستغل نقاط الضعف في بيرامتس وقدر يلعب على النقاط دي فالنهاردة لازم نشيد بالكابتن سامي أمصان ودوره المهم كمان عندنا مباراة مهمة جدا دي المباراة السابقة مباراة بيرامتس لعبت النادي الأهلي آه ما كناش مستحوزين لكن ده في الكرة موجود النهاردة إزاي أسيب الاستحواز والعب أنا على المرتد ده موجود في كرة القدم آه مش موجود مع النادي الأهلي في كل المباريات ولا ده أسلوب النادي الأهلي لكن ممكن أستخدم الأسلوب ده في مباراة واتنين في الموسم ده مقبول جدا خاصات النادي الأهلي بيلعب كرة هجومية ضغط عالي انتشار كرة سريعة آه استحواز لكن لكن لما ده يحصل ده طبيعي جدا الحاجة التانية عايز أروح لواحد برضو من نجوم النادي الأهلي محمد الشناوي محمد الشناوي من الحراس الكبار مش في مصر بس لا من الحراس الكبار في أفريقيا أخطأ في مباراة آآ سابقة أخطأ في مباراة سابقة الهدف في مباراة بيرامدز أخطأ فيه أنا بقول له حضراته أخطأ فيه بنسبة مية في المية لكن محمد الشناوي فرحنا في مناسبات كتير محمد الشناوي كان اللعي برقم واحد في النادي الأهلي محمد الشناوي كان في أوقات زي ما احنا شافين دي صدات حاسمة في مشوار بطولات كتير سواء في كاس العالم الأندية وتصدي رقمات جزاء مهمة أمام بالمراسي البرازيلي أو في الدور الممتاز وتصديات بيكون فيها في المعاد لكن لما محمد الشناوي المستوى يقل شوية وده طبيعي في كرة القدم آه نفكره نلقي الضوء على الحتة دي لكن دورنا كجماهير النادي الأهلي وإعلام النادي الأهلي لازم نقف وندعم ونساند ونقوله إنك أنت الأفضل في أفريقيا عايزينك تستمر عشان تكون الأفضل ولما نكسب بطولة الدور إن شاء الله وبطولتين الكاس السنة دي هيكون لك أنت إن شاء الله دور هو ده دور نحنا كأعلام آه زي ما أقول لحضراتكم إحنا لما بيخطئ بنقوله كرة دي أنت أخطأت فيها ما ينفعش إنها تتكرر علشان تحارس كبير ومحمد الشناوي فعلا من الحراس الكبار وليه دور مهم جدا في النادي الأهلي مش في الملعب بس ده خارج الملعب سواء اللعيبة الصغيرة اللي احنا بنشوفها اللعيبة اللي بتصعب من قطاع الناشئين وبتلعب وليها دور ده دور محمد الشناوي طبعا مع رامي ربيعة مع وليد سليمان مع أيمن أشرف كل اللعيبة الكبار الموجودة فنتمنى لمحمد الشناوي كل التوفيق عندنا مباراة مهمة بكرة بكرة إن شاء الله عندنا مباراة مهمة جدا في مشوار الدوري وإحنا المباراة القادمة يعني بنتكلم إنها مباراة كؤوس لا نقبل فيها سواء تلات نقاط طبعا أنت بننزل وبنعمل اللي علينا وتوفيق بتاع ربنا لكن هدفنا خلال فترة اللي جاية مش مهم الأداء الجمالي لا المهم التلات نقاط علشان أفضل المنافسة مستمرة النادي الأهلي عنده مباراة مؤجلة لو فاز بها يكون متصدر الدوري إن شاء الله بكرة مباراة مهمة جدا للعاب النادي الأهلي في مشوار الدوري أمام سموح عايز أفضل برضو عند ناشئين النادي الأهلي لما نشوف الفترة السابقة والفترة اللي احنا موجودين فيها دي في كاس الرابطة وعدد كبير جدا من لعاب النادي الأهلي وموجودين بعد كده الناس سألت فين اللعبة دي بنشوف مصطفى شبير وفي مباراة الدوري ومباراة الكاس حاجة رائعة جدا تحس إنه حارس كبير عنده خبرات كبيرة ما بين مصطفى شبير برضو زياد طارق يعني واحد برضو من اللعبة اللي احنا راهمنا عليها كتير هنا في برنامج الأشبال واتكلمنا عنه كتير التمريرة الرائعة بتاعته في مباراة المحلة التوقيت هدوء الأعصاب الثقة إنه حط تمريرة زي دي في وقت حاسم يبلعب كبير أيضا أحمد نبيل كوكا شفناه في مباراة برامة مباراة المحلة مباراة السابقة برضو أداء أكثر من رائعة في نص الملعب حتى لما طلع بداياته لما طلعه وكان بيلعب باكلف ما كان عالي معلول كنا بالراهن عليه قلنا ده مش مركزه أحمد نبيل كوكا ده مكان ما لعبش فيه قبل كده في قطاع الناشئين مكانه الأصلي في وسط الملعب المدافع وراهننا عليه أدى فيه أداء رائع سواء دلوقتي بيلعب في نص الملعب المدافع أو الباكلف النهاردة بتكسب لعيب بيلعب في مركزين شايفين دلوقتي صديقات مصطفى الشوبر في المباراة السابقة أنا عايز ألخص الكلام ده كله علشان أقول إحنا عندنا قطاع ناشئين في النادي الأهلي قوي عندنا لعبين للمستقبل هيكونوا موجودين في النادي الأهلي ولكن ولازم توقفوا معايا عند ولكن دي اللعبة اللي بتظهر ده دور بقى النادي الأهلي أو دور الإعلام الموجود في النادي الأهلي ما ينفعش النهاردة اللي بلعيب ولد صغير لسه طالع إن أنا صلت عليه الضوء بكوة لا نهاردة الولد أجاد لازم نشيد به في حدود المسموح ما ينفعش إن احنا نقعد نكرر الإشهادة كتير خاصة إن هو لسه بيبتدي المشوار لسه عنده مشوار طويل لسه عنده مشوار بطولات مع النادي الأهلي فاحنا بنشيد به وبندعمه ولازم في حدود المسموح هو دي البداية المهمة جدا لازم أقول لجمهير النادي الأهلي عليها الحاجة التانية زي ما احنا شفنا اللعيبة دي زياد طاري وشفنا حمال نبيل كوكا وشفنا مصطفى الشوفير فترة اللي جاية عندنا برضو اتنين لعيبة أنا بتوقع إن شاء الله يكونوا موجودين عندنا محمد أشرف محمد أشرف ده باكلف ما شاء الله شفناه في بطولة الربطة شفناه في مباراة ودية حاجة رائعة يدخل مع علي معلول يدخل مع محمد وحيد في المكان ده محمد أشرف وعندنا باكرايت برضو أنا بتكلم إن ده ممكن يكون باكرايت منتخب مصر بعد كده محمد أشرف في الباكليف أحمد سيد عبد النبي اتنين لعيبة برضو دول موجودين على الرادار موجودين بيتمرانوا في تدريبات النادي الأهلي نصيحتي ليهم لما تيجي الفرصة أمسك بيديو سناني زي أحمد نبيل كوكا وزياد طارق ومصطفى الشمير أي مباراة بنزل لازم أنزل وغير فيها كل التوفيق لولادنا ده قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ونشوف إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية لعيبة أكتر وأكتر من قطاع الناشئين للدرجة الأولى نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكو مرة تانية أهلا بحضراتكو من جديد دائما في الأشبال بنتابع ما هو جديد دائما بنتابع الكرة الأوروبية ونشوف الدنيا وصلت لإيه خاصة إن لما بتحب تطور ودائما بتطور في قطاعات الناشئين وده التطور ده بيكون مهم جدا عشان تقدر تصنع لاعب ونجم كبير يمثل نديه وبعد كده منتخب بلده في المستقبل القريب نروح لإيطاليا عبر سكايب ومعانا مستر ماسيمو استورجاتو ده كان واحد من نجوم اليوفي وأتالانتا وكان واحد أيضا من نجوم ملاتسيو ودنيزي في الدور الإيطالي وأصبح دلوقتي المدير التنفيذي لمتخب إيطاليا تحت 20 سنة برحب ميك مستر ماسيمو استورجاتو مستورجاتو مستور برونتو مستور برونتو مستور برونتو سي مستور برونتو مساء الخير على كمير قناة الناجل ihale طب مننا الأول مستر ماسيمو على الكرة الإيطالية خاصة يعني الكرة الإيطالية الناس كلها في كل العالم بتاعش كرة الإيطالية في تراجع يعني نسبة شوية خلال الفترة السابقة وخلال السن السابقة الكرة الإيطالية والمتخب الإيطالي مش موجودين في كاس العالم القادمة وأيضا كاس العالم السابقة بالأسف كل ما مرت بإيطاليا وشيء صعب على الجميع كانت كارسة بكل ما تحمله الكلمة من معنى عدم تأهل إيطاليا إلى سين عالم متدلين كانت كارسة كبيرة ولكن إيطاليا دائما من بعد الكوارث من طولة رحم المعنى إيطاليا ستعود إلى الواجهة وستعودة كبيرة كما كانت إيطاليا الآن نعمل على إعادة المواهب الإيطالية وتفريغ المواهب الإيطالية لأن رأينا بدون شباب ليس هناك تاريخ لنا لما نشوف دلوقتي مستر ماسمو يعني المحترفين الإيطاليان في كل العالم نلاقي عدد أليل عكس السابق لما نشوف دلوقتي في الدور الفرنسي خمس لعيبة من إيطاليا في الدور الألماني اتنين في الدور الإنجليزي تلاتة مقارنة بفرنسا لتمتلك 900 محترف هل النهاردة الاتحاد الإيطالي وضع سياسة جديدة علشان يزود عدد المحترفين الطاليان في كل أنحاء العالم للأسف كل ما سكرته صحيح وصحيح جدا وشيء يؤلم الاتحاد الإيطالي ويؤلم الأكاديميات الإيطالية ونحن نعمل على أعادة الوضع كما كان لكن للأسف هناك مشاكل كبيرة في عمليات المواهب الإيطالية ووكلاء اللعبون يتحكمون بشكل كبير عندما تنضب موهبة وعندما يكون هناك اللاعب زموهبة يكمون بأخزه وإرساله إلى أوروبا من أجل المال وللأسف عقلية اللاعب في هذه الأيام أصبحت تتحكم فيها المال ووكلاء اللاعبين وهذا صعب جدا في هذه الأيام دور الاتحاد الإيطالي خاصة النهاردة وأنا بركز على الاتحاد الإيطالي إن دايما أي اتحاد هو اللي بيرسم السياسة النجاحة لنجاح الكرة في البلد نهاردة لما نشوف نسبة إيطاليان كمان في الدور الإيطالي 37% ده عدد أولايل جدا وفاتح عدد محترفين أكبر في كل الفرق هذه مشكلة كبيرة كبيرة جدا لأن السكاوتينج في إيطاليا يمر بمشاكل كبيرة جدا هل تعلم أن هناك فرق إيطالية كبيرة لديها فقط لعب إيطالي واحد في التشكيل وهذا السبب كبير في خروج إيطاليا وعدم تهول المنديال اللاعبون الإيطاليون غابوا عن الواجهة والدور الإيطالي أصبح لا يوجد بها عدد كبير من اللاعبين الإيطاليون وأصبح الأجانب يتحكمون في زال إقلام كنت نبحث في الأيام القادمة عن تقليل عدد الأجانب لأن هذا سيعيد بالنفع على الكرة الإيطالية يجب أن يلعب الكثير من الإيطاليون أكثر من الأجانب فرصة وحياك موجود معنا دلوقتي على شاشة قناة الأهلي وحياك المدير التنفيذي المتخب إيطاليا تحت عشرين سنة كيفية انتقاء اللاعبين الموهوبين في الكرة الإيطالية هل ممكن القريب العاجل نشوف باجيو نشوف دلبييرو نشوف مالديني نشوف لعبين كثر مثل اللاعبين لنا ذكرتهم مع حضاياك دلوقتي كنت بذكر عدد كبير وعظماء ومواهب من الصعب إيجادها في هذه الأيام لكن لدينا كشفين ولدينا أعين ولدينا عقليات مختلفة من أجل اختيار بعض اللاعبين وبعض الأكاديميات لكن نحن نتحدث دائما مع مديرين الفرق الكبرى نذهب دائما للمدير الفني لأن كطاع النشئين هو كطاع هام وكطاع كبير جدا ونقوم بخدمة الفريق الكبير لكن عندما أذهب إلى اختيار لعب مثل توتي وديل بيرو وكسانو هناك عوامل هامة وهناك أشياء كثيرة نركز عليه في عملية اختيار اللاعبين من ناحية البدنية ولا عقلية نركز دائما على العقلية نتحدث على اللاعب نتحدث معه عن أهمية مستقبله عايزة أسأل حقيقة برضو واستفيد من خبراتك وحقيقة موجود في المجال كيفية العمل داخل كطاعات النشئين في الدوري الإيطالي كطاعات النشئين والاهتمام بيها سواء بالمستوى البدني سواء بالمستوى الفني النفسي التغذية المسابقات ووضع المسابقات علشان تخرج لعبين مميزين برضو اشرح لنا أكتر عشان نتعلم وبرضو تكون الصورة أكبر للناس الموجودين عندنا إذا ما تحدثنا عن كطاع النشئين وفي النسبة برنامج يسمى الأشبال عندما تختار الأشبال وعندما تختار النشئين يجب أن يكون هناك عين خاصة هناك كل واحد يعمل ولا أحد يتدخل في عمل الآخر يجب أن لا يتدخل أحد في عمل الآخر أنت ذكرت التغذية وعامل هام جدا وهناك عوامل كثيرة تجمع مصر وتجمع إيطاليا في نفس الشيء أن عقلية اللاعب الإيطالي قريبة من عقلية اللاعب المصري عندما يلمع نجمه يعني باللغة نقول عندما يحس أنه نجمه وأصبح لاعب هام لا يهتم بنفسه ويأسهر كثيرا وهذه مشاكل الطليان إذن نتحدث مع اللاعبين ونتحدث مع مديرين التغذية ونتحدث مع مدرب المعد البدني نكون بوزن اللاعبين يوميا ونبحث دائما على هذه الأسباب لكن الأجواء يجب أيضا على مدير الناشئين أن يكون متواصل دائما مع اللاعبين لأن هؤلاء أشبال وهؤلاء شباب ولازم هناك تعليم خاص وعقلية خاصة من أجل التعامل معهم أعايزين نتكلم برضو أكتر عن المسابقات المسابقات إزاي بتتحط في الكرة الإيطالية بحيث النهاردة تكون مسابقات قوية تفرز المواهب اللي أنا ذكرتها ونشوف بعد كده في المستقبل القريب المواهب دي اللي احنا شفناها قبل كده وضعية المسابقات إزاي بيتم وضع المسابقات والأعمار السنية بالنسبة للمسابقات يتم وضع برنامج برنامج قبل بداية العام بالنسبة للفريق الكبير وفريق الناشئين أيضا بالنسبة للمنتخبات هو الجدول يتم وضعه بنظام والجدول يتم وضعه بعناية نقوم أيضا بوضع المباريات الدولية لجميع المختلفات المختلفة 16 عام و18 عام و20 عام وهذه المواهب لا تتعارض مع مباريات الدورة ومباريات الكاس منذ قليل كان هناك الجدول للدور الإيطالي وكمنا أيضا بوضع كل المواهب بالمنتخبات أنت تتحدث عن النظام برضو حقاك يعني مديري تنفيذي لمنتخب إيطاليا تحت عشرين سنة التخطيط برضو للمنتخبات شيء مهم كيف يتم وضع الاستراتيجية للمنتخبات في إيطاليا للناشئين طبعا بالنسبة للأستراتيجية في الاختيار هناك أكثر من شيء دائما هناك ما يكون اجتماعات داخل الاتحاد ونتحدث دائما مع مدير الدور الإيطالي مدير مسابقة الدور الإيطالي ومديرين المنتخبات نقوم بعمل اجتماعات وجميعنا نقدم اقتراحات ونجب أن نحترم موعيد الدوري ومباريات الكاس ومباريات المنتخبات الأخرى وهذه استراتيجية ونظام في إيطاليا كما يوجد في أوروبا وهذا هو عام النجاح أي مسابقة أوروبية للأسف علمت أن الدور المصري الموسم الماضي لم ينتهي حتى الآن وهذا شيء يدل على عدم النظام أنا في النسبة لنا في إيطاليا الوضع مختلف ومختلف جدا هناك استراتيجية نكتمع دائما ونضع الخطط والجداول ما ده من عجاب الدنيا السابع عندنا الأهرامات والدوري ملتحم مع الدوري التاني عايزة أسأل حقيقك برضو سؤال إيه المدرسة الأوروبية اللي بتعجب مستر ماسمو يعني برضو يعني ما يليه غير طبعا المدرسة الإيطالية اللي بتعجبك في قاعدة الناشئين والاهتمام بقاعدة الناشئين في أوروبا بالنسبة لي أعشق الكرة الأسبانية والمدرسة الإسبانية لأن الكرة الإسبانية ومواهب الكرة الإسبانية ومدرسة الكرة الإسبانية مدرسة عظيمة ومدرسة نستفيدة منها نحن أيضا الإيطاليين قد تستغرب أني مسؤول إيطالي وأقول هذا على مدرسة أوفرة غير الإيطالية لكن عندما نتحدث عن الكرة يجب أن نضع الامتماء في جانب ونتحدث بكل شفافية لأن أنت كابتن خاص والجميع يرى منتخب أسبانيا أكثر تكتيكا أفضل وإنجلترا أيضا لديها تكتيك في الدفاع أكثر لكن إيطاليا لديها مكاومات مختلفة لكن بالنسبة لي إذا ما سألتني أعشق الكرة الأسبانية لأن الأسبانية تعجبني أكثر من أي مدرسة أخرى لازم أسألك وحياك موجود معايا عن نجم كبير نجم مصري محمد صلاح وكان ليه تجربة مهمة جدا في الدور الإيطالي تجربة نجحة جدا وشايف هل ممكن تجربة محمد صلاح لعب مصري ممكن تتكرر مع لعب مصري آخر برضو في الدور الإيطالي صلاح لعب رائع وظاهرة من الصعب تكرارها في مصر شاءت صلاح يصنع المجد في ليبر بول وعندما كان في إيطاليا صلاح لديه الشغف ويلعب بشغف ويلعب بحب وصلاح كان لديه تحدي لأننا أعرف القصة جيدا كيف غادر صلاح من مصر ولهذا صلاح متفوق وظاهرة السؤال أخير مستر ماسمو التخطيط عشان يكون فيه نجاح لازم يكون فيه تخطيط لسنوات في الكرة الإيطالية في الكرة الإيطالية بتخططوا سنة بسنة ولا فيه تخطيط لسنوات قادمة يجب أن تنطلق من القاعدة يجب تأسيس قاعدة مهمة وما معنى القاعدة المهمة أن يكون النظام في الاتحاد لأن الاتحاد الإيطالي هو الاتحاد المصر هو الحد الأسباني يجب على مدير الاتحاد أن يضع قاعدة مهمة ويجب على المسؤولين أن يهتموا بمدارس الكرة والأكاديميات بنشكرك شكرا جزيلا مصر مسترجاتو كانت مداخلة مهمة يعني وضحت فيها حاجات مهمة جدا وتعليمنا فيها حاجات مهمة جدا وكان فخر لي الظهور على قناة الأهلي وتحية لدولة مصر العظيمة نحن بنشكرك شكرا جزيلا كانت مداخلة مهمة جدا وإن شاء الله يكون فيه تواصل مهم جدا خلال فترة جاية مع كل المدارس في أوروبا علشان نستفيد وعلشان نتعلم ونشوف الناس إزاي بتخطط علشان توصل للأفضل والأفضل نروح لفاصل وبعد الفاصل اختبارات ناشئين النادي الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد نروح بقى للنادي الأهلي وقتع الناشئين بالنادي الأهلي واختبارات النادي الأهلي هي حديث يعني البيوت المصرية كلها والبيت المصري اختبارات الناشئين في النادي الأهلي حلم كل ولد كل ناشئ صغير إنه يلبس تشيرة النادي الأهلي النادي الأهلي مجرد إنه أعلن عن اختباراته ما شاء الله يعني إقبال كبير جدا من كل المحافظات علشان حلم كل ولد يلعب في النادي الأهلي زي ما إحنا شافين قدام حضراتكم ما شاء الله النادي الأهلي بعد غياب سنتين علشان طبعا الظروف اللي إحنا كنا عارفينها الكورونا وكان توقف اختبارات النادي الاهلي النادي الاهلي بيرجع مرة تانية بعد سنتين وشايفين الشكل برا اعادات اولياء الامور وخلي بالكوا دي اعمار سنية معينة مش كل اعمار السنية في يوم واحد بتشهد اقبال كثيف جدا من اللاعبين اولياء الامور اللي ما شاء الله فيه نظام كبير جدا فيه قطاع النشيب النادي الاهلي الحاجة التانية الحلوة برضو وانا حديث مع الكابتن خالد بيبو والمدربين فيه مواهب كبيرة جدا خلال الاسبوعين اللي فاتوا انضموا للنادي الاهلي من الاختبارات يعني ان شاء الله ان شاء الله السنة الجاية في قطاع النشيب النادي الاهلي والفرق اللي تم فيها الاعلان عن او العمار السنية عن الاختبارات بداية من 2007 ل2015 تم ضم عناصر كبيرة او عناصر موهوبة لقطاع النشيب النادي الاهلي لعيب الموهوب بيدخل وليل امر على طول يوقع والولد بيوقع ويبصم وان شاء الله تكون اضافة كبيرة لقطاع النشيب النادي الاهلي نروح نشوف اول تقرير معانا مع مديرك طبعا ناشيب النادي لقى لكابتن خالد بيمو اللي عامل جهد كبير جدا بنحقيق عليه ونتمنى له التوفيق نشوف اول تقرير مع كابتن خالد بيمو الحمد لله طبعا سعيدني انت موجود معنا النهاردة سعيدنا على شاشة قناة نادر اهلي الحمد لله رب العامين يعني احنا السنة دي عندنا عدد كبيرة جدا نحن نحاول نعمل نظام فندمنى طبعا من كل الأولاد وأولاد الأمور اللي جايين يلتزوا معنا بالنظام عشان الأمور تبقى أسهل أنا عاف نجاو ببقى بعد شوية فيه حر وشمس فسهلوا سعدونا يعني عشان نقدر ان احنا نقدم بخدمة كويسة لأولادكم ونقدر ان احنا نشوفهم بشكل كويس بهدوء وقدين نتمشي بشكل كويس يعني واللجان زي ما انت شايف احنا عندنا في تعاون كبير بنا وبين الأكاديمية كابتن من شاطة فاحنا عندنا الناس كتير قوي مدربين كتير ولجان كل ده بيختار يعني عشان ما فيش فرصة ان ولد يعد من يعنيك اه فانت بتتكلم ان انت كل كل ملعب عليه من أربع لخمس مدربين غير اللجنة اللي بقى فده وكله بيختار اي كل اللي موجودين في الملعب بيختار المجموعة المميزة عشان يبقى الولاد تشافوا بشكل كويس والعيون مختلفة تعارف الكورة وجهات نظر وفيها الناس بتتفئ وتختلف هنفضل في العالم كله كده فانا حبيت ان الفاطر اللي دي تبلجان كبيرة والاختيار على على اوسع عشان يبقى يعني لمينا كل العيون اللي تقدر تختار اليولاد يعني العداد والارقام والحجات دي احنا يعني منحبش نتكالف يناد بس هو العدد كبير اه هو العدد كبير 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 يعني وابس احنا بحشوا بشكل كويس يعني يعني الدنيا ما عنداش مشاكل إلا بس لما ببقى في تزاحهم من أولاد الامور وانى انت عارف طبعا كلي واحد يبقى جاي اللي علاك اللي بقى جاي معها فطبعا بتبقى الامور صعبة جدا ما زيicio اللي بنزنا، ان انت تصعب بالعداد الكبير دي احنا اللي هو على الولاد نظر نستقع بأي عدد ممكن يشتغل لفترة طويلة جدا صبعا تكدس بتاع الأولاد الأمور وانهم عايزين يقف حتة معينة فده بيخلي طبعا بيبقى الأمور بتبقى صعبة شوية بس احنا بنستقع بالكلام ده كلهم يعني ما عنداش مشكلة نحن استحمله يعني وهم عندهم حق برضو وانهم جايين وخافين على أولادهم وحبين انهم شوفوا أولادهم بقى أحسن صورة مرحلة الأولى دي اللي هو زي ما بقولك الدنيا بتبقى أوسع شوية واللي عنده يعني حاجة صغيرة احنا بنحاول نحافظ عليه بناخده بعد المحالة التانية ببقى الاختيار أقل للغاية ما نشوف انت في الآخر عندك فرق قائمة يعني كل ما السن بيكبر في فرق قائمة يعني احنا الاختبارات الغاية 2007 عندنا فرقة وسن رفت الفرقة 2007 يقدر بطوط جمهورية فرق عندنا فرقة محترة ففي الآخر هتاخد اللعيبة اللي انت محتاجة احسن او قريب او ان هو تقدر تشغل عليه مع الوقت فاحنا يعني احنا مش بتعجلين احنا احنا مش من الناس اللي هي عاملة زحمة يعني عندنا اماكن في كل الفرق تستوعب اللعبة الموازن مش اللي مش يعني احنا مش الدنيا مش القوام بتاعتم تأفلها لعند انا عداد كبيرة في كل القوائم احنا بتشغل على الكواليتي مش من الشغل على العداد يعني كرة فيها مراحل مراحل كبيرة يعني في السن الصغير ما بتختارش الاكسام خاصة تختار المهارة بتختار الدماغ بتشغل ازاي بتفكر ازاي ومن بعد كده بتشوف الاسرة بتاعته التكوين الجسماني بتاع الاسرة عامل ازاي هتعرف اللي ولد راح فيه طبعا طبعا بتيعرف بعد كده اللي ولد ده يبقى رايح فيني لغة سنة معين خلاص بعد ما بيجر بعدي بقى في مرحلة البلوغ انت بتبع عادف خلاص هو مش هيزيد اكتر احنا عندنا مش شغلين بالصدفة يعني في عندنا القياسات كلها شغالة عندنا الدكتور بتاع التغذية وعند دكتور بتاع القوام كل الكلام ده بيبقى موجود اه كل الولاد اللي احنا بيختارهم بيعدوا بقى على مرحلة التجهيز الطبي عشان اعرف ان الولد ده هيب اشغال ازاي وبعدين بس شغل على ارقامه بقى يعني الموضوع مش 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 وليل صدف احنا شغالين يعني على على المعلومة وشغالين على على الارقام لان في الاخر اللي هيب كورا بتحول رقم يعني فاحنا شغالين دلوقتي الارقام من السن الصغير مش من السن الكبير يعني عشان تعرف انت الولد راح فين بعد فترة معينة من المهارة وشغل ونقصه ايه ونقصه ايه في قوام وهو صغير عشان نقدر ان احنا احنا عندنا سنفات شغالنا على كم مجموعة كده اخرناهم بعد القياسات دقيناهم مثلا الوزن بتاحهم مش طبيعي على جسمهم صم العبوا مهارين جد اشتغلنا وعلى اخر السنة طبعا كونا شغالين طول كل شهر قياسات وبياخدوا حاجات معينة طبعا اللي هي الغزائية وليوم واجبات معينة والكلام ده كله في اخر السنة زادوا 12 كيلو مثلا فانت شغال على كده اللي شغال طبعا اللي هو وزنه قليل بنشغل عليه واللي وزنه كبير بنشغل عليه فاحنا الموضوع بقى كله معلومات مبقاش فهلاوة يعني اه يعني اه انت العين بتختار انما الارقام بعد كده هل تتكلم عايز عف قدام كلام مهم قاله كابت الخالد بيوه في بداية كلامه يعني حتة عدد المدربين الموجودين في كل لجنة للاختيار كان قبل كده لو النهارده الملعب متقسم مثلا عشر ملاعب علشان الولاد تلعب فيها التقسيمة اللي بيتين فيها الاختبار كنت ممكن تلاقي في كل ملعب مدرب واحد فالنهارده بيطلع الولد يقول اصي المدرب ما شافنيش كويس النهارده الناد لها لي عمل او السناد الناد لها لي عمل حاجة كويسة جدا فيه تعاون كبير ما بين قطاع الناشئين والاكاديميات عدد المدربين دلوقتي بقى في كل لجنة في الاختبار اقل حاجة اربع مدربين وخمس مدربين فالنهارده استحالة يكون فيه ولد مميز بيلعب وممكن يخرج او يعد من خمس مدربين موجودين في اللجنة فده شيء جيد علشان النهارده تقدر كزعين حتى لو عد من مدرب ده لا ما يعديش من مدرب ده فده شيء جيد علشان كل ولد ياخد فرصته يعني كاملة بمناسبة بقى المدربين وانا بتكلم عنهم واللي جاء نروح نشوف التقرير ده ايضا مع المدربين الموجودين في لجنة الاختيار ربع ساعة دي مدة يعني مدة معقولة جدا ان الولد يظهر فيها بشكل كويس اقل من كده ممكن الولد يعدي عليه الوقت وكله من غير ما يلمس الكورة المساحة بتاعت الملعب معقولة يعني الولاد بيلمس الكورة عدد كافي جدا من المرات بتبين بقى خلال الفترة دي الموهبة الولد عنده ايه كويس ايه ممكن يتطور ايه اللي ناقص عندنا ممكن نضيفه للفرق اللي عندنا اصلا موجودة في النادي طبعا دي حاجة النادي الاهلي معروف بيها طول عمره ان الاختبارات بتاعته بتبقى من احسن الاختبارات تنظيميا من حيث التنظيم ومن حيث الوقت اللي بيدولي الولاد وده اللي منجح يعني الاختبارات بتاعت النادي الاهلي عموما كل سنة احنا مندور على مواهب جايلينا عداد كتيرة قاعدين كزا لاجنة زم حراج شايف كل الناس مركزة فيه امانة وفيه حرص جديد طبعا اللي احنا ندور على اي موهبة اي لعيب عنده فرصة واثنين متاحة يعني انت بس سم حاجة لعيب يقدر بشكل كويس فيه لعيبة ظهرت وفيه لعيبة مواهب كتيرة ظهرت ولسه يعني احنا قدامنا عداد كتيرة يعني احنا زي ما بقول حضرتك احنا بنتمنى ان نلاقي ان شاء الله يعني احنا فيه معايير حطيناها لاختيار اللعيب فيه خمس معايير بنشغل عليهم التحرك بتاع اللعيب الاستلام والتسلم المراوغة في لاحظة استلام اللعيب الكورة بيعرف ازاي روغ وفي حالة الدفاعية والشغل ازاي النوحة الدفاعية بتاعته الشغف للكورة نفسه انه بيطلب كورة من زميل والتحرك بدون كورة احنا يمكن عندنا لما كنا اتفقنا في موضوع التحضير الجهاز التحضيري الاول مع كابتن خالد بيب وكابتن شاطة طبعا دي تعليمات تعليمات ممنوع اي موبايل مع اي موبايل مع اي مدرب احنا خلاص ما نعنا الحاجات دي خلص وسائل اتصال وانت عارف نادي الاهلي ما فيش الكورة مفاش واصل والنادي الاهلي كمان نادي القيم والمبادئ ما فيش الكلام ده خلص احنا عندنا لعيب الكورة كويس احنا معاه وصبرت لي في اي وقت من المرات والعيلات جدا يبقى فيه تنصيق ما بين قطاع الناشئين وقطاع الاكاديمية بصراحة الكابتن خالد بيب والكابتن شاطة عاملين تعاون كبير جدا وتنصيق كبير جدا ومدربين الاكاديمية كمان موجودين مع مدربين البراعم ومدربين الناشئين بحيث يبقى فيه تعاون عاملين اللجنة في حدودة خمس ست ومداربين الناس بيتمواعجودة في المعalling زي ما حضرت قلت وفيه ناس موجودة برا عشان اللي جوه برضو بقى شايف ومركزه اللي بره برضو وناخد رأي بعض انت خطرت مين وانت خطرت مين لما لا رأينا اتفق على مجموعة اثنين او ثلاثة موجودين معينين مثلا لاتم انتقائهم طبعا احنا برضو بالراعي في الاول في الاخر في وقت جاي من صفر في وقت جاي خايفة طبعا من شكل الاختبارات ومن شكل المدربين والنادي الاهلي كلام ده كله فبنحط في حسباننا برضو انه يعني شكله ومستوى مش هو ده طبعا المستوى فده كله بالراعي بس بناخد بالنا باللمسة اللعيب من تحركه من التصويبه على المرمى من دفاعه من سرعته من الكلام ده كله من تكوينه الجسماني وبرضو لازم نراعي في الاخر كل ده ان الناس دي كلها جاي طموحة انها عايزة تيجي النادي الاهلي لكن اعيب في الاخر مش هنختار الا اللي ليه باسم النادي الاهلي ان شاء الله بصراحة يعني اجواء اكثر من رائعة في اختبارات النادي الاهلي وفيه نظام كبير جدا فيه احترام لكل التشيرتات اللي الولاد لابسها جاي عشان تختبر جوه النادي الاهلي بعد الاختبار دايما فيه ردود افعال فيه ولد تلاقيه طالع وسعيد جدا عشان قبل في النادي الاهلي بس بقوله خلي بالك ده الاختبار الاول لسه فيه عندنا اختبارات كتير شد حيلك وفيه ولد بتلاقيه طالعه زعلانه متداق عشان ما وفقش بقوله برضو لسه المشواره قدامك طويل ان شاء الله لو انت لعب كويس تحارب عشان توصل لحلمك نروح نشوف التقريب ده مع مجموعة من اللاعبين اللي خرجوا من اختبارات اول يعني اللي اختبروا داخل النادي الاهلي اسمك ايه وجاي منين وعندك كم سنة اسمي اياد وجاي من حدايا الاهرام انا الحمد لله انجحت فيها وحكمل فيها وجه الاختبار الجاي عشان عايزة اكون اللاعب من النادي الاهلي اسمي فريد حازم وعندي ثمان سنين وجاي من زهرام مدية نصر انا نجحت في الاختبارات النهاردة وهكون اللاعب في نادي الاهلي اسم احمد عبد الباصد وعندي ثمان سنين وجاي من منصور نجحت الحمد لله ونفسك وبحب محمد شريف ونفسكون زي عبدالحمود عندي تسعة سنين جاي من البرق ياجي المرج اتقبلت ورب اكمل في الاهلي اسمي انا في الردة وجاي من مرج كامدون لرب ربنا وفعني وتعبلت اسمي مازين احمد قبريلا جاي من اسكنديرية جاي من الساعة ستة انا ومامتي وجدي وبابايا قالوا لي تعالى اليوم الجمعة الجاي اسمي عبدالله محمد احمد جاي عنث تسع سنين جاي من بدل الحمد للن نجحت كالي highlight amazing جهراز ال asegريزين ابراهيم محمد عندي تسع سنين جاي من القاهرة قالوا يقول لي شيء تاني يوم الخميش. اسمي حمز محمد خالد عندي تسع سنين جاي من الكاهرة. الحمد لله انجحت. قالوا لي تعالى يوم الخميش جاي. اجواء جميلة جدا مفرحة داخل قطاع ناشين بنادل اهل في الاختبارات. ايضا برضو عزيني صلة الضوء على جنود مجهولة بتقوم بمجهود كبير جدا. الاداريين اللي بيصحوا من بدر جدا علشان تشوفوا النظام اللي موجود. وايضا العمال. نروح نشوف التقرير ده مع الاداريين وعمال النادي الاهلي. اللي بنظموا عملية الاختبارات. حاجة كويسة اوه احنا بدأنا بقالنا اصبعين شغالين. الحمد لله دخلنا اللعبة 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 كويسة جدا للسن الزغيرة الجامد اوي يعني بقى انها ثلاث سنين لم نعملاش اختبارات. العدد كان مهول اوي. في مواهب كويسة اوي الحمد لله اخدناها وان شاء الله بإذن الله هي بوضافة لنا بالفتر اللي جاي. باسم الله ما شاء الله مصر حاجة كويسة اوي فيها المواهب الكبيرة. بس عوزين الناس اللي هي تتعب شوية وتطلعهم يعني. احنا بقلنا سنتين او تلاتة مبنمتش اختبار دي كانت بتاع عمل لنا مشكلة في القطاع. لكن الفتر دي يطلق في مواهب والسن صغير ما هو بين. يعني الاول خلف الفين وخمستاشر حاجة تفه يعني. بدأنا للتبارات يعني من يوم ستاشة ستة. بنستعب الاولاد من الساعة ستة ونص الصبح. بنقسمهم مراحل سنية ومجميع. بعد كده كل مجموعة وكل عمر سنية بيخش الواحده في ملاعب. فيه في كل ملعب لجنة بتيختار الاولاد المميزين. وبعد كده الاولاد اللي بيقع لهم الاختيار بيتم يمدوا استمرات ويتأييدوا معانا. وفيه تصفية بعد كده مع الفرق الموجودة ان شاء الله. هو ان شاء الله فيه تصفية نهية بتبقى مع الفرق كالنفسها اللي موجودة عندنا عشان نختار نقارن بينهم وفرن الفرق. دي بتبقى طبعا وجهة نظر فنية بحتة. كل مدرب بيشوف فريقته مع الاولاد اللي يقوم التصفيات النهية تحت الاختبارات. بعد كده بيحدد المميز في يوم اللي هي تكمل معانا ان شاء الله يعني فرمان يوفق كل يلتبر ان شاء الله. احنا دورنا بنربس من السامل اللي عيب من بره. بنبتد نظامه. بعد كده بنلبسه القمس ورقامه وننزله على اللجنة على طول بيختبئ. بعد الاختبار دورنا برضو بناخده بعد ما خلص الاختبار بناخد اللي عيب نخرجه بره لحد موالده وستلمه وبنرجع نكمل شغلنا في المجمع التانية. وهنا كل سن كل مرحلة هنا لها ملعب معين بناخده من الكابتن المسؤول وبنحدد على قد تحديده بنعمله بحيث ان يبقى كل سن ليه ملعب معين وليه صحة معينة بيشتغل عليها اللي عيب. يعني على قد ما نقدر ان ولية الامر اللي هو داخل جاي بابنه وفي ناس بتيجي من سفر وناس بتيجي من 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 مشاور طويلة جدا. فحنا على قد ما بنقدر برضو بنحاول على قد ما بنريح الناس. الناس برضو في ناس مسؤولة عن الولاد دي تكون عندها متوفر لها جوة من جهز لهم تلاجتهم. على قد ما بنقدر بنخاول اليوم يعدي ان شاء الله ما يبقاش فيه اي مشكلة. ده بالنسبة لشغل التنظيم بره وتوزيع الملاعب بامصان اللي الاميس دي الولاد بيلبسوا دوت كل يوم لازم الاميس دي ترجع بتتغسل. ان الولاد تاني يوم يبقى الحاجة نظيفة. على قد من قرر بنخلي الشكل العام للمكان لان احنا النادي الاهلي لازم نبقى مميزين عن اي حد. بل كبير جدا على اختبرات النادي الاهلي وانده اندل فيدول على ان الرغبة الاولى لدى يعني عند معزم اللاعبة في مصر رغبتهم اللاعبات في النادي الاهلي طبعا احنا وصلنا للمرحلة التالتة من الاختبارات. طبعا عندنا معايير في اختيار اللاعبة بتفرق من مرحلة سنية للتانية يعني طبعا بعد تشكيل قطاع الناشين طبعا بكات الكاتف خالد بيبو القطاع بيشهد طبعا في عهده طفرة كبيرة جدا. هيتم الاولاد هيتم متصفية تانية مع الفرق بتاعتهم. وكل مدير فن هو اللي هيكون قائم على الموضوع ده يعني. نروح بقى من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي لاكاديميات النادي الاهلي. ومن هنا بقى يعني بقول بشرة صارة لكل اهلنا في بني سويف كل المواهب الموجودة في بني سويف كل الاهلوية الموجودة في بني سويف الناشئين الموجودة في بني سويف تم افتتاح اكاديمية النادي الاهلي في جمعة نهضة بني سويف. الافتتاح تجريبي ما شاء الله عدد كبير جدا واقبال كبير جدا. الافتتاح الرسمي هيكون بعد العيد ان شاء الله بوجود مجموعة كبيرة من نجوم النادي الاهلي. الكابتن شطة كابتن محمود صالح الكابتن فوزي سكوتي وغيرهم من نجوم النادي الاهلي. ده هيكون الافتتاح الرسمي بعد العيد. لكن تم افتاح الاكاديمية افتتاح تجريبي أعداد كبيرة ماشاء الله ملاعب على أعلى مستوى تنظيم على أعلى مستوى نروح نشوف التقرير ده مع بعض من افتتاح أكادمية الناد الأهل في بانيس ويف وبعدها نروح لفاصل عشان نستقبل ضيوفي محمد أحمد شرقية ورقفة خليل إن شاء الله أطلح قطاع الناشئين وهي أكادمية حلوة وفي جامعة النهضة إن شاء الله نطلع لعيبة أحمد بلعف كلمية الأهل محمد صلاح يد في أكادمية الأهل زين محمد شرق أحمد 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 قدم قطاع الناشئين بالناد الأهل شهادة نجاح واسعة المدى في الفترة الأخيرة ليس بسبب تفوقه وحصد عدد من بطولات الجمهورية فقط ولكن لتقديمه عناصر مميزة ورائعة ستكون مستقبل الكرة المصرية في السنوات المقبلة ولم تكن تلك النتائج من فراغ ولكنها كانت بسبب عمل كبير وتخطيط طويل من قبل إدارة النادي وعلى رأسها محمود الخطيب الذي كان اتجاهه واضحا في هذا الشأن وضع النادي خطة وتولى خالد بيبو إدارة القطاع ومعه تشيكي بروكيتش للإدارة الفنية توليات تنفيذ للارتقاء بقطاع الناشئين والتي ظهرت ملامحها سريعا بظهور لعبين كثيرين منهم من خرج للإعارة ونضج وعاد ليصبح أساسيا في الفريق الأول وكانت منافسات كأس رابطة الأندية فرصة جيدة لمنح بعض عناصر قطاع الناشئين فرصة الظهور مثل محمد مغربي ومحمد ياسر وزياد طارق وفخري وشرقية ورأفة خليل والذي نقدم أداء حظية بإشادة واسعة اليوم معنا في الأشبال ثنائي فريق الأهل موليد 2003 رأفة خليل ومحمد أحمد شرقية أهلا بحضراتكم من جديد الفترة اللي فاتت زي ما حضراتكم شفتوا لعيبة كتير من قطاع الناشئين بالناد الأهلي والناس كلها أسنت عليها مصطفى شبير زياد طارق أحمد نبيل كوكا عندنا برضو اتنين على الرادار إن شاء الله قريب هتشوفوهم أول واحد محمد أحمد شرقية منوارنا شرقية نورك كابتن مصر أنا سعيد لأنا أكون في قناة الناد الأهلي وما حددك إن شاء الله رأفة خليل برضو موليد 2003 فريق 2003 منوارنا رافض أنا كابتن على الله أنا مبسود جدا أنا طلع على كناز الأهلي كابتن مع حضرتك وأنتم مشرفيني ومنواريني قولي بقى محمد أحمد شرقية شرقية ده لقب ولا شهرة ولا إيه ولا من محافظة الشرقية لا هي شرقية الفرقة عندنا فيها محمدات كتير روي كان الكابتن شريف حفضيل على طول محمد فهو ألخص الموضوع فقال لا بلاش كلمة محمد ده فقال لا شرقية فتعرفت بقى في الناد كلها بقى شرقية 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 خلاص كده ورحت يترى اختبارات زي ما احنا كنا ملعب من شوية الاختبارات ولا حد شافت كوادك احكي لنا بقى القصة أنا كنت بالعب في نادي دادامون ده الدرجة ثالثة هو كل سنة في مطش بيعمله مع النادي الأهلي فكان عامل مطش ودي وأنا كنت بالعب درجة أولى وانا عندي 14 سنة كنت بالعب درجة أولى وانت عندك 14 سنة فعملنا مطش مع النادي كانت فرقة النادي برلو كفية من ناس من 2000 و99 وانا حضرتهم لما جئت النادي وعرفتهم كلهم كويس والبرادي كانت في نادي الأهلي كانت في نادي الأهلي كان عاملنا زي نظام تكريم كده من الكابات عندنا في البلد عامل زي نظام تكريم هنا فكابتن وسامة عرابي انا برضه كنا بنسلم فقديت قال لي انت ورد كامل قبل المطش يبدأ تولفو ثلاثة قال لي انت مزور يا لا فقد اضحك وغزر فأتحكت ومشيت عملت مطش كويس جدا الحمد لله قوي بالنسبة للناس الموجود اه طبعا الحمد لله كنت اظهر واحد في الفريتين يعني في الاهلي وفي الفريتي فجي بين الشوتين الكابتن عبدالنابع عشور يعجالي شايف ناهلي مارد كاملتون في ثلاثة فراح جاب الكابتن عشر وبوزيد وتفرج علي خلصت المطش هنا وبتاع كنت اظهر المطش بشكل كويس الحمد لله فجابوا الإدارة كان ساعتها كابتن شريف خليل خد راكم يورتاع وزبطوا معي وكنت باجى كل حد على مطش ودي عشان النادي الاهلي يشوفك مرة تانية اه 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 انا لما اختارونا انا ممضتش على طور انا عدت زي ثلاث شهور او اربع شهور اجي كل حد اروح واجي كل حد كنت لعب مطش ودي والحمد لله ظهرت بشكل كويس كان ساعتها كابتن عشر وبوزيد كان مسك الفرق ومشي واجي كابتن محمد سعد وكابتن شريف عفضيل وكنت لسه ممضتش برده والذي خلص في الموضة ده برضو كابتن شريف عفضيل كان ليه دور كبير قوي كان كابتن شريف عفضيل يعني اكتر من قبل ايه هو اللي اختارك اه هو اللي اختارني وخلصت في النادي وجي من بعده كابتن شرف ده برضو بالنسبة لحاجة كبيرة برضو كابتن شريف عفضيل وكابتن محمد ميرو يعني الناس ديه بجد اصحفظ الكبيرة وعليه بعد ربنا سبحانه وتعالى بقى لك كم سنة دهت في النادي الاهلي ده بطنت 14 سنة دلوقتي انا سنة اللي عبدال الدين شو هادل 14 اه دي الرابعليا دي الرابعليك في النادي اه رافت قولي بقى رافت خليه من اين بقى هقولي فلاول انا من محبزة القليبية طب خليها رافت خليها اليوبية بقى براح انا من محبزة القليبية حيث اسمها كمشفين انا من جب كمشفين حيث اسمها عرب الكوبي اه قولي بقى من اللي شافك ودهك ندهالي وكستك ايه يعني هنا 30 مبرايات مع ندي أهلي والنادل أهلي شاهده أنا بالضبط رحت اختبارات 2012 كان عندي 8 سنين و رحت يعني بتكلم عن 10 سنين يعني بقى لك 10 سنين في ندي أهلي بالضبط فروحت اختبرته والحمد لله من أول اختبار الكابتن عمد أن أحس شاهدني و أنا ديني و قال لي اسمك إيه هو و قال لي فين والدك عشان هتمضي و كده فروحت كلمت والدي و كده و قلت له حصل كذا كذا و هتمضي إن شاء الله في ندي الأهلي و كده فكان طبعا يوم غير عادي بسراحة و تمسوك جدا طبعا من اللي راح معك يوم هبال اختبارات؟ ده كان أخوك كبير هو اللي خدك معك و هو هو اللي خدني و هو اللي شافني أصلا فهو اللي فضل طبعا بعد ربنا الحمد لله خدني و و داني و كده كان يوم سعيد قل لي بقى شرقيا أنت في لما رحت ندي أهلي مكانك في الأول ما الساق يعني ندي أهلي ما وظفكش في مكان بعد كده تاني أو كنت لعب في مكان فالمدربين وظفوك أو أنت من يوم ما رحت المباراة الوديها دي و أنت بتلعب في حتة المساج دي لا لا أنا من يوم ما رحت و أنا مساك و أنا لعبت في الدوري مع فردية 2003 جعلنا موطشات كنا نكون ممكن نكون متعدلين كنت أطلع على فرود مهاجم كنت أطلع على فرود والحمد لله يعني أديتها بشكل كويس يعني عندنا أبرز اللغطات أنت بتتكلمه هنا بس دي لبقى رفض خليل في الحتة الوديبنية خلي بقى لك محمد عبد المنعم وهو مش الشرقية محمد عبد المنعم أول ما ابتدى في الناد الأهلي كان مهاجم كان مهاجم وبعد كده توظف المدربين يوظفوه بعد كده مساك أنه يبدأ في الحتة دي نعم كابتان شريف حطيني في المركز ده والحمد لله يعني أديت بقى بشكل كويس وحتى ما طلعت في الدرجة الأولى لعبت برده هاف والحمد لله يعني ربنا كرمني في الحتة دي عايزة تكلم بقى إحنا معنا لقطات دلوات عن الدرجة الأولى اتنين من اللي شاركوا في كاس الرابطة شرقية ورقفة خليل كانت فترة مهمة جدا طبعا كان أسهل يوم في حياتي قولي بقى البداية وأول مباراة وليلة المباراة وأنت الآن والكلام ده كله ده كان أحسن يوم في حياتي بجد ده تاني يوم أحسن يعني تاني يوم في حياتي أشوفه حلو كده بعد لما أنا مضيت في النادي اه كتن عبدرجة أولى اه كان مفروض لأنا عندي مطش مع سموحة اه تاني يوم يعني أنا النهاردة احنا خلاص الكابتن قال لي سكور أنا عندنا مطش مسافرين سموحة بكرة اه وخلاص ما فيش أي حاجة لقيت جايلي مكالمة من الكابتن راشد المدير الإداري قال لي شارقي أنت بكرة مع الدرجة الأولى قلت لي تماما كابتن أنا كنت رائح لأنا رائح تمرينة ورجع تاني قلت لي كابتن رح وارجع للمطش قال لي ها شفت أنا ده كل بولا راجع للمطش بتاع النشيين عندنا قال لي ها راجع تاني فخلاص تمرينه بتاع وظهرت بشكل وكاس في التمرينة فوق فلاقيتهم بيكلموني بتاع قال لي احنا معدنا بكرة كذا كذا عرفت كابتن راشد قال لي اه أنا عرفت اللي انت مكمل وبالتوفيق ان شاء الله حبيبه فرصتك يمسك فيها قلت ان شاء الله فأنا كان شعور جامل جدا جدا اللي أنا أصلا أخش بابتن نادي والدرجة الأولى وقف قصة لعيبة كبيرة ديت وصراحة كان فيه تعامل غير طبيعي مع الوحدة المباراة ايه اللي لعبتها برده في كس الربطة احنا شايفت الوقت مباراة المأولين المباراة انتهت بتاعاده لأهلي صح؟ واللي احرص فيها زياد طوار الهدف واحد برضو من ناشين نادي القليل قلني كلمنا عن المباراة دي انا كان اول ماتش ليه في الدرجة الأولى كان الجونة نزلت الجونة تلت ساعة والحمد لله شاركت فايا بشكل وكاس جدا وقدت على قد المسئلية وبعد كده لعيبة الماتش اللي بعد اللي هو بدأت معانا مباراة الجونة دي اه كان اول تلت ساعة ليه ما كانش فيه رهبة ماشاء الله كنت لسا نزل اول تاك نجليا في الملعب نزل الملعقات وده حقيقة وماشاء الله لعيبة كبيرة اهلا بحضراتكم من جديد شرقية قلني بقى لك دوقت 4 سنين في ندل احلي ابرز الحاجات اللي تعلمتها بقى جوان ندل احلي في الاربع سنين دول الروح والمكسب والنادي متعود دايما على حاجة معاوة جماهيرو على هو المكسب وده حاجة كويسة جدا يعني وده حاجة شوحش احنا بننزل احنا عاوزين المكسب كل مباراة متفكرش غير في المكسب طبعا هو تعادل بالنسبة لنا خسارة بالنسبة للنادي الاهلي يعني احنا تعادلنا احنا كده خلاص اخسرنا الماتش رأف تقول لي برضو ابرز الحاجات ماشاء الله بلك 10 سنين ايه قال انا برضو تعلمت الروح طبعا من الاهلي و تعلمت دايما مكسب حتى لو اخر ديها و دايما حتى الكابتن خلاب بيهو بيشجعنا برضو ان احنا مثلا نبقى عادي خالص احنا للاخر الدورة مكملين و ان شاء الله ناخد الدورة والحمد لله تعلمت حاجة كتير اول تمرينا مع الدرجة الاولى ما تتنسيش اول تمرينا عندما دخلت اللبس من من اللعب الدرجة الاولى استقبلك من اللي تكلم معاك صراحة كلهم وقفوا جنبنا بس بالاخص كابت محمد محمود كلمني كتير كده و فضلي هزر معا في القوضة فضلي قولي انا سيطرة هنا على شرائي و ما تخافش من حد يعملك كده و رحتكت حاجة يكلمني و فضلي هزر معايا و صراحة كنت كل ما خش يفضل هزر و يفضل قولي زياد وفخري و فخري قولهم عرفوا شرائية عرفوا شرائية انا مين انا و فضلي هزر معا و تحقوك شيرا عنكم الضغط يعني اه و كابتن افشا انا مرة كابتن افشا روحني و قداني السكن اللي في مدية ناصر تابع النادي يعني هو مروح بعد التمرين و ما اخذك معايا انا كنت ماشي قال لي شرائية انت معاكم وصل و قلت لا يا كابتن قال لي تا باستنى عن غير و نمشى معا بعض و ركبت معافل عربية و روحني معا يعني شخصات جميلة جدا جدا انا شفت حاجات فوق يعني بجد بجد انا اتمنى تتعاوض تانى و تتعاوض تانى ان شاء الله تتعاوض ان شاء الله و يابل بالفرصة تيجي مرة و اتنين و عشرة بإذن الله انا كابتن افشا كان طبعا دايما بيكلمني و كابتن محمد محمود كابتن حسن و الناس كلها كان بيكلمني و بيدعمني و حتى كابتن حسن و حسن و اداني بعربيته و وصلني اتنا و شرائح و صحيح و كابتن حسن و كابتن حسن و وصلنا و رافض و كان معنا ميدو نبيل و وصلنا احنا الثلاثة و كنا ماشيين قال تعالوا مركبكم معي و كان عايز و ادينا لحد الشقة و لكن الناس كلها كانوا يتوافق جنبنا و كابتن ناسر ابراهيم و مرجع فالحمد الله كلنا كنا و كابتن ناسر ابراهيم هزر معي كثير فوق فضل يقولي شرائية و فضل كان بيهزر معي و يقولي لو كلام من ده فضل يضحك معي و هزر و كلما يشوفني يضحك معي و هزر قولي دي فرسيتك و شد حيلك و أنا لقيت جنبه في كذا تعسيمة فوق قولي بس الشعر القصة دي كالسطة هي القصة دي هو في ناس انا يعني الكابتن نسامي و مصن فوق كان مابرديش عليها بقولي شرائية كان بقولي نيني 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 عشان يعني الشعر بس أنا والله أنا يعني ما فيش حاجة في الدماغي لولين أنا شعري ما كانش كده أصنا كان شعر صغير خالص و غير كده خالص فوق شعري بقولت هسيبه بقى ربي شوية كده فلاقيت بقى يعني لقيت الوستيل بقى زي كريمبو بتاع لو حضرت انت كريمبو بتاع متاخب فرنسا كان نفس الاصر و الناس قالوا لي كفتن شطة و الناس قالوا لي كثير يعني مثال كثير فأنا عادي والله عاملوا بعدين يعني شعر في حد كبير يعني شابه كابتن نيني وكلام من دو ساعي تمام رأى فتقول لي انتو برضو انت موليد 2004 أصغر من شرقية وبتلعب معاهم في 2003 بعد ضم الفرقين لكن ما شاء الله انتو الاثنين في متخب مصر بالزبط كابتن محمود جابر دوك الفترة جاة فترة مهمة وبطولة العرب قول لي بقى برضو انضمامكم المتخب مصر حاجة كبيرة برضو طبعا طبعا اي حد يتمنى ان هو يروح منتخب مصر وان شاء الله كمان بنفكر ان احنا ربنا يكرمنا من النادي الاهلي ونروح منتخب مصر الفري الاول ان شاء الله والكابتن محمود جابر دايما بيكلمنا وشارعية ويساندنا وهو كابتن كرم والناس كلها وحتى الدكتور ذات نفسه الدكتور هاجد بيساندني دايما ويكلمني فالحمد لله الناس كلها يعني وقفرين جنبينا الحمد لله حاجة مهمة جدا لما اللعب من صغره يتعلم ازاي وبالعب دولي ويلبس تشير منتخب بلده وانتخب مصر طبعا فدي تبع حاجة جيدة اقول برضو لحضراتكم ان البطولة العربية او بطولة كاس العرب اللي هاشترك فيها منتخب مصر للشباب خلال فترة من 20 يوليو لخمسة اغسطس دي بتضم ست مجموعات ست مجموعات المجموعة الاولى البطولة هتكون مقامة في السعودية المجموعة الاولى يكون بتضم السعودية ومورتانيا والعراق المجموعة التانية الامارات والاردن واليمن المجموعة التالتة الجزائر ولبنان وليبيا المجموعة الرابعة مصر وعمان والصومال طبعا مجموعة الرابعة دي اللي فيها مصر مصر وعمان والصومال المجموعة الخامسة زي ما احنا شايفينه ده من حضراتكم مجموعة الخامسة تونس والبحرين وجيبوتي المجموعة السادسة المغرب والسودان وفلسطين يعني دي بطولة قوية واحتكاك قوية شرعية اكيد طبعا انا كده بقلي معك كابتن محمود جابر طيب احنا شايفين برضو دي البطولة قدامنا دي بطولة كاس العرب هتكون ان شاء الله من الفترة من 20 يوليو 5 اغسطس هتقام في السعودية احتكاك قوي لجيل منتخب 2003 منتخب الشباب بقناة الكابتن محمود جابر اكيد طبعا منتخب مصر ده حاجة كبيرة وتشير تتقيل على اي حد انا في المنتخب كده سنة ونص سنة ونص من اول تجمعات المنتخب وانا موجوزين ولعبت بطولة العرب اللي كانت في السادة الكهيرة والحمد لله شاركت اساسي لما تشكر الله وظهرت بشكل كويس ولعبت شمال افريقيا اللي كانت في تونس والحمد لله ظهرت بشكل كويس برضو وصراحة يعني الكابتن محمود والكابتن كرم وكابتن حمدي وكابتن هاب مش هزانسة حد عاملين شغل كويس جدا ودايما يحافظونا ودايما يقفوا معنا وبيدوا الفرص لكل اي حد اي حد من المنتخب هذا الفرصة بيجيب ناس من الدرجة الثالثة بيديها الفرصة كويس هذا المنتخبات لازم ملف على مصر وكلها عشان لدي الفرصة للموليد 2003 صراحة هو في الحاجات ديت الكابتن محمود جابي في الحاجات ديت كويس جدا وبيدوا فرصة على حد وهو دايما بيقول لنا كلمة مفيش حد مكانه موجود في المنتخب احنا بنجيب يعني خلصنا تنميرنا عرض شدي حلقة عشان مكانك يبقى محجوز على طول ان شاء الله دايما بحافظنا بكده دايما وانا ان شاء الله يعني أتمنى بكون في البطولة بتائه سعدينا إن شاء الله بس انا بس ارجع من هو صباح على خير كده والكابتن دائما انا عندي التهابات في الحود وعندي مشكلة كده في عضلات بطني بس الحمد لله ده خفيف يعني دايما الدكتور هاجد بتواصل معي والكابتن كارم وكابتن محمود على تواصل معي على طول وان شاء الله الحهم في المعسكر بتاسم عليها بإذن الله وكلها دور في البطولة بتائه سعudi بإذن الله را فتقول لي بقى البطولة بيبتدي إنتبهي البطولة دي هو ان شاء الله احنا سنسافر مفروض يوم ١١٨ ١١٧ سبعة وهنروح هناك ١٨ لكن في معسكر تدريب قبل ١٨١ معسكر التدريب دوعت هيبقى يوم جمعة حاجة كده قبل السفر بيومين؟ طب ما فيش معسكر تجهيزي تدريب؟ احنا دلوقتي احنا دلوقتي احنا دلوقتي كابتن محمود دايما بيع من المعسكرات عشان يجهزنا طبعا وإحنا دلوقتي مفروض في المعسكر وكده بس فأحنا الحمد لله استأذننا منه وجينا علينا وإحنا دايما هنا في تعاون كبير مع كابتن محمود جبر من الشخصات المحترمة اللي احنا بنعتز بيها يعني واللي بقى المباراة الدولية برضو زي ما كلمنا عن النادي الاهلي ومباراة فري الاول اداتك خبرات اكيد المباراة الدولية اللي عدتها بتدي خبرات بقى اكيد طبعا اكيد طبعا وانا لما كراح النادي عندي وانا لعبت منتخب مصري فاتبت في رمال الواحد جدا ولما كون نازم بالدرجة الأولى وجامل عندي من نادي وانا يعني كابتن محمود يكون مستدعين في منتخب مصري دي حاجة بتبقى كويسة جدا ليه وبيحاول لانا اعمل كل حاجة علشان مصري عشان تشرتين اللابسة تشرتين تقيل بس تمام قولي يا رافت مين اللعبة اللي بيعجبك في الدرجة الأولى مين مسك الأعلى لقى اللي بتقعد تتعلم منه والله انا كل اللعبة طبعا لعبة كويسة جدا انا دايما كنت بقول الكلمة ديات انا يعني نفسي ان شاء الله الفترة الجاي يبقى الناس الأجبال الصغيرة يبقى هم مثالهم الأعلى رافت خليل بس انا طبعا لعبة كلها كويسة وبحترم كل اللعبة اللي فوق طبعا ان شاء الله قل لي انت كمان اشارية مين مسلك الأعلى اللعبة بقى تلعبت جابوهم دولات كلهم بقى مين اللعب اللي بيعجبك والله العظيم او يعني نفسك توصل للمستوى اللي هو بوصل لي والله يعني كل انا مش عارف اقول مين ولا مين لان بجد كلهم لعبة كبيرة جدا وربنا كرمهم يا رب ويكملوا زي ما هم كده واتمنى لهم كل خير هو انا احب لعبة طريقة كابتن بادر بنون يعني اللي هو وفي نفس الوقت برضه يعني بحب لعبة كابتن روم ربيع الرجولة والحماس والذي هو ابن نايد بجد يعني خريك طاع النشي بناد لاحظة وكابتن ياسر ابراهيم الناس دي كلها لعبة جنبها بشكل كويس يعني مش عارف اقول مين ولا مين بجد انا نفس كلهم يعني بجد انا مش عارف افرقين من ومين طموحاتك بقى الفترة الجاية بقى رفد والله طبعا انا اتمنى طبعا انا رب انا اكرمنا ان شاء الله مع الفارد الاول وأخذ بطولات معاه زى ما دايما معودنا ان هو بيأخذ بطولات وان شاء الله اخذ معاه البطولات بإذن الله وربنا يكرمني ان شاء الله ويبقى لي دور كبير اوي معاه ان شاء الله شرقية تموحاتك وشفت ازاي بقى نبيل كوكا وشفت زياد طاري ومصطفى شبابيوما كان معاكم في القطاع واخديني الفرصة ومشاء الله بيتعلقوا طموحاتك برضو طموحاتك أكيد اللي أنا أكون متواجد في الدرجة الأولى ويعني دي طموحات أي حد أي حد في كتاة النشيين وأنا يعني قصة العراض ديات أنا قابلي ما أعمل أي حاجة فيها بشور ناس كتير فيها شايف فكرة كويسة أنك تأخذ فرصة لو الفرصة مش متاحة دلوقتي في مكانك مشغول تأخذ فرصة وتلعب وأنا موجود أكيد أنا نفسي طبعا بس أنا في الأول وفي الآخر أنا تحت أمر النادي أنا يعني كلمة النادي هي اللي هات Любشي أنا يعني كلمتي ولا هتعمل أي حاجة لأنني في الأول في الآخر سأتبني النادي يعني النادي أقول عليه أنا اللي أعمله فأطلع مطلع ل어나ريцев النادي عايز وانا تحت أمر النادي أطلع الدرجة وأطلع طلعان عارة أكون أعد المسئلية وأرجع أكون وأكسرروني وأرجع لهم وأكون أهلك المسئلية إن شاء الله بس كل حاجة برضه ك��라 كرير كارير نادي وأنا إن شاء الله أتمنى لكم كل التوفير إن شاء الله من الشخصات المحترمة من خواب المحترمة إن شاء الله اللي هتأخذ فرصتها جوة الناد لأهلي زي ما راهنا على اللعيبة لقبل كده وطلعوا بالراهن عليكم برضو راهان كبير لكن عليكم مسؤولية مسؤولية إزاي حافظ على نفسي إزاي هتم بأكل الصحي إزاي اسمع كلام مدريبي في الملعب التواضع تدريباتي بشكل احترافي كبير حافظ على نفسي هو ده إن شاء الله الطريق لنشوفكم بعد كده إن شاء الله في الدرجة الأولى شرفتنا نارتونا شرفتنا نارتونا شرقية شرفتنا نارتونا يا رافض أنا متشرف لنا عدم محابيرتك والله وأنا بشكركم شكرا جزيلا وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا بفكر حضراتكم اللي إحنا قلناها في بداية الحلقة بكرة فيه اجتماع مهم اتحاد المصري لكرة القدم وفيه قرارات بتمنى من السادة أعضاء مجلس الاتحاد الكرة إن كان فيه شخص مخطئ في أزمة الخطاب الخطاب اللي دخلت درج وتعاملت لجنة شفافية من وزارة الشباب والرياضة وأدانة الإدارة التنفيذية بقيادة أستاذ وليد العطار أتمنى بكرة المخطئ ياخد عقاب بشكر حضراتكم شكرا جزيلا نشوف حضراتكم على ألف خير وحلقة جديدة لسبوع القادم من الأشبال